اجعلنا اليوم ولكن كي نربطو الماضي بالحاضر ما نعرش الى اي مداء اللي صار نهار ثلاثة جام في اربع وثمانين خلى موضوع الخبز بالذات في تونس موضوع في نفس الوقت قم بلا موقوتها معناها موضوع حارق والى يوم الناس هذا ما زلنا في نفس المشكلة سي محمد طبعا مرة اخرى شكرا على الاستضافة شاء الله كل سنة ادارية واحنا طيبين كل سنة ادارية مش دارية طبعا يوم الثلاثة جام في ذكرنا باحداث مؤلمة عاشتها تونس ذهب ضحيتها بعنف الدولة عدد كبير من الضحايا من الذين سشدوا توفوا او الذين اصيبوا باعاقات واضحة وكانت ايام دامية فعلا والحقيقة الموضوع سميت باتفاة الخبز او ثورة الخبز يوم الثلاثة جام في كانت تونس لان الاحداث انطلقت منذ نهاية ثلاثة وثمانين الف سمية ثلاثة وثمانين في مدينة دوز ونذكر اليوم سي علي لسود المرزوقي اللي كان بدأ الانطلاق في الموضوع هذا ثم شملت كل مدن القرى الجنوب توسعت ان وصلت الى كل القرى والمدن في الحاضر والعاصمة الاخيرين وكان يوم مشهود يوم الثلاثة جام في كون هو الحقيقة كان اسمه يوم معناها ثورة الخبز ولكن في الحقيقة هو لان الدولة اقدمت في تلك الفترة على لمحاولة رفع الدعم على كل المواد ebenfalls نتيجة لوضاع المالية او نتيجة لوضاع المالية العومية وقت حكومة محمد المزالي وقت الحكومة واللي نتذكروا كانوا الخبزة كانت ثمانين مليون مولات مية وسبعين مليون الباكيت 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 الخبزة 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 الباكيت كان ترخص الخبزة اللي كانت تقريبا وقتها كيلو كيلو غير ربع الان تحولت الى ربعين أو خمس واربعين جرام وزن والترفيقة في السعر صارت الانتفاضة لأن الشعب كان رافض المساس بالدعم واساس بدعم المواد الأساسية وانتفض الشعب ومنع رئيس بورقيبل من العودة إلى تونس وهو كان في زيارة إلى إحدى قرى الساحل أعتقد أنا متذكر أن الموضوع عنده سبعة وثلاثين تسعة وثلاثين سنة تسعة وثلاثين سنة تسعة وثلاثين سنة الآن واتخذ قرار بعد تلك الثورة العظيمة اتخذ قرار بقول نرجع كما كنا فحاول أن يحمل رئيس بلدي تونس وقتها زكريا بن مصطفى اللي سمها الزبال الله يرحمه وقته يقول كون الفضلات من الخبز كانت بكميات كبيرة وهذا الاخبار اللي يوصل للرئيس الحبيب بورقيبل اللي هو وقته كان في في صحيا ما كانش ما كانش حالاته هي القضية كانت مسألة حكومة مسألة الدولة ليست مسألة رئيس جمهورية فقط مهما كانت حالاته ومش حالاته كان فم حكومة وكان ثم برلمان وكان ثم ناس صادقة على على مشاريع الدولة لا يمكن أننا نحصرها في رئيس جمهورية فكل الدولة تتحمل مسؤولية عن ما حصل بما في ذلك منها الضحايا الذين سقطوا ولا حد الآن حتى الاعتذار للناس هذه ما حصلش كان مفوضا الدولة تعتذر لكل ضحايا العنف الذي مارساته ضدهم سواء في 78 ولا في 88 أو في كل المراحل اللي صار فيها عنف ضد المواطنين اللي صار وقتها حكم على موضوع الخبز كونه يقعد تابو يقعد قمبلة موقوتة والحكومات اللي صارت على امتداد 39 سنة ما نجمتش تحلها المشكلة هذه لليوم ما زال عنا مشكلة طبعا كانت 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 خوف الموضوع هذا وغياب الإرادة لطرح مسألة الدعم بشكل عام اللي هي مطروحة من عبر وثمانية لحد الآن على طويلة كل الحكومات شكرا ليكسي محمد مسليني بشنطلقوا بتصريح للمتحدث الرسمي باسم الغرفة الوطنية للمخابز قال المتحدث الرسمي باسم الغرفة الوطنية للمخابز عبدالتيف المرزوقي في تصريح الديوانة فام أنه توفر خبز الأليف الجديد اللي بشي تم بايعه في المخابز بسعر الباقيت مرتبط بتوفير المادة الأولية من قبل ديوان الحبوب للمطاحن ثم تقديمها للمخابز لصنع هذا الخبز وأضاف أنه التحليل اللي تم إجراءها على الخبز هذا يبينت أنه أفضل صحيا بنسبة 80% من الخبز الذي يصنع بميدة الفارينة العادية وبخصوص عودة التوابير والصفوف ببعض المخابز أوضح المرزوقي أنه لوجود لأزمة باعتبار توفر القمح والفارينة لدي ديوان الحبوب وأشار إلى أن المطاحن أغلقت أبويبها المدة تلثيام بمناسبة عطلة رأسسان الإدارية وسيعود نسق التزويد بصفة طبيعية في غضون يومين المطاحن تشامبي أكياس مخلطة جينة والحاطرة مخدمناها في مخابز في العزمة مش عمتناه على كده مخابز مش نفس المعون مش نفس البلاسة مش نفس العمال مش نفس نخدموا على المخابز ماديا موزوم سهم الخبزة في طب 590 واختاش بشبه قرار هدايا حكومي واختاش هم يوفروا يوفروا الاغراثون الكرينا ويعطوانا كلنا يخدمي طوال في المرحلة هذية أو المرحلة هذية جارس العام أو يخل جارس العام ثلاثة أيام في المطاحن تك دعونك ثلاثة أيام المطاحن فكرة التوزيع من حقهم زيادة ياخدوا راحة هذي واحد ما يتكلمت المخابز عندها اهتيات ضيفة خدمة اهتيات هذيك اليوم التوزيع يرجعها عادي وإن شاء الله غض وعض غض يرجعها عادي يرجع ترجع للخبز والمطاح خبز الألياف اللي هو يباع بسعر الباقيت خبز الألياف شو المقصود به سيما حمد هو حتى نسهل للمواطن هو كمية النخالة اللي تتنح من الفارينة بعد طعام بش يبقى جزء مع الفارينة وهذا فيها طبعا إذا كان ثبت فالفايدة متاعه الغذائية طبعا الجهات المسؤولة على الجانب الغذائي علميا هي اللي تقول لنا معناها هذا وفي كل الحالات أنفع من خبز الفارينة لأنه خبز الفارينة مضرسة عموما أولا نسبة كمية الفارينة اللي باشتحصلها لها تكون أكبر من الكمية الحالية باعتباس جزء من النخالة بشقعت في تعزين مع الخبز كما نشوفه هو أقل من الكمية ولكن بكمية الجانب الثاني الفارينة هذه معاش ممكن تستعملها في صناعة المرطبات أو الأشياء أخر معاش تم عملية التهريب للفارينة من الخبز إلى الأشياء الأخرى من المدعوم إلى غير مدعوم وهذا باش ينقص هذي اللي ما يتم اعتماده مثلا في المرطبات مش تعمل به المرطبات القطو الفريكاسي وغير ومتش مش تعمل به المرطبات هذه تعمل به الخبز في الحال هذه نسبة يقل معناها التهرب أو التهريب أو التلاعب هذا يقل وزيد الكمية اللي باش تخرج من الفارينة اللي باش تمشي للمخابس تولي أكبر تقريبا بين خبساش وعشرين في المية من الكمية اللي كانت موجودة قبل لنقل يولي حتى الديوان الحبوب يوزع كميات أكبر وهكي تكون إمكانية معناها صنع الخبز تكون أسهل بالنسبة للموثم حسب رأيك الحل بالبساطة هذي عليش لم يتم اعتماده قبل والله شوف هو لما حال الحل مهوش بالبساطة لأنه هذا يتطلب دراسات ومستخرجات علمية لأنه في النهاية الذين ثبتوا أنه غذائيا أفضل من الخبز اللي مصنوع مباشرة من الفرينة العادية القديمة أكيد عملوا دراسات تمتدت ثم تم مسألتي رادا يعني الوفرة ما خلت ناشي نخمه في حلول بديلة وفرت الفرينة امكانية توريد فرينة ما خلت ناشي الأزمة اللي عشناها المدة الأخرة مع الصعوبة في تمويل توريد نتيجة أوضاع المالية العمومية أدت إلى البحث عن حلول من ضمن الحلول كان هذا الحل قد يكون هذا الحل سليم جزئيا سليم حكينا على الخبز نحكي وكذلك على الحليب والأزمة اللي مازالت متواصلة أكد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وصناعة التقليدية سعد الله الخلفوي أن أزمة الحليب في طريقة إلى الانفجار الانفجار مع واخر شهر جام في الجيري باعتبار موسم ولادة الأبقار وعودة الانتاج إلى نسقه الطبيعي ليبلغ ضرورة الشهري فيفري ومارس القادمين بمعادة 30 مليون لتر في المخزون وقال في تصريح الجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم أنه النقص الكبير في مدة الحليب يعود إلى تفريط المربين في القطيع بنسبة فوق 20% نتيجة غلاء الأسعار الأعليف بسبب الجفاف مقابل الإبقاء على سعر ذات ولمدة الحليب موضوع الحليب موش جديد ويظهر لي كل الحكومات اللي تعدات تعرف المشكلة وين بما فيها هذه الحكومة اللي هو مشكلة متعقتية أنت عندك مشكلة متعقتية وعندك في وقت فما ذروة متع انتاج ووقت اللي يقل للانتاج يقعد الاستهلاك ماشي تقريبا لينيار في حين كونه الانتاج يقل والمخزون التعديلي ما عادش يكفي آآ علش ما ما فماش آآ معنا ما فماش قرارات اللي اداوي المشكلة في الأصل متاحها أنا تقديري شوف الموضوع هذا ما تروح من من سنين وكانت الدولة تعتمد أو الحكومات تعتمد للمخزون التعديلي من أجل توفير الحليب في فترة آآ تراجع الانتاج ثم هل ثم فترة معروفة بالنسبة الانتاج حيث يصير فيه تراجع صحيح آآ وطبعا كان ثم الجانب آخر آآ اعتمداته الحكومات خاصة بعد 2011 حتى قبل هو التوريد التوريد دي توفير المادة هالي طبعا آآ هذا مش حل أما القول بأنه المربين سيبوا في القطيع بالاستعشرين في المائة طبعا قول غير آآ موش موش دقيق الحقيقة ما أعتقد ذلك أعتقد أنه الدولة ما هيش قادرة تقوم بدورها في حماية القطيع في توفير الأعلاف حتى تمكن الفلاح الصغير النهاية فلاح صغار من آآ من إنتاج الحليب الثاني حاجة في توفير مخزون استراتيجي في الفترات هذه الفلاح الصغير على رمضان فلاح الصغير وقت اللي يلقى رحو يخدم بالاخسار أسي محمد أي من الطبيعي كانوا يفرد تذكر أنا أخذت قرار تعديل آآ لتر عند الإنتاج وزدت في السعر قضيش مئة مليم وخمستاش مليم عملتم للمجمعي لكولكتور لكولكتور تفدني طبعا قلت أنا شرط أنا نصعد في السعر شرط أن يكون ماشي مئة مليم أو مئة وخمسة مليم على ما أذكر للمنتج مباشرة لأنه أيضا حتى الموضوع هذا في كثير من التلعب نتيجة هو ملف الدعم الكل وتحدثنا فيه سابقا في الموضوع هذا في كثير من التلعب لابد أن يتوضح الموضوع أنا الآن ما نسي قاعدين ندعمه في الفلاح ما نسي قاعدين ندعمه في المنتج قاعدين ندعمه في أطراف أخرى باسم دعم المستهلك في هذا الموضوع كله في حاجة إلى مراجعة صحيح الدولة تتحمل وزر ومسؤوليت في النهاية هي إذا كان صار جفاف إذا كان صار نقص في العلاف لازم يكون عندها دور تعديلي حتى تمكن المسالك من يستهلك المادة بأسعار في مقدوره سوى كان حليب أو غير حليب لأنه هذا يعكس على الحليب يعكس على الزبدة يعكس على كل منتجات الحليب من ناحية وأيضا يمكن يشوفوه يعكس حتى على الحم أنت شوف اليوم لحم الدجاج ولا لحم الضان ولا لحم البقري شوفو وين مرتبع في مستويات غير غير لا تتماشى مع القدرة الشرائية متاع المستهلك أنا مش نرجع للحليب بعد إذنك سي محمد اليوم واقع الحال نعم فما فلاح مربي اللي هو في أغلبيتهم صغار تلافة إلى خمسة بقرات كحد أقصى وبرشة دير خمسة بقرات بالنسبة لي اللي هو سعر العلف زيت نعم آآ كلفة الانتاج زادت نعم كل شي دير بيه زيت إلا السعر اللي بيع بيه هو إيترت الحليب قاعد الدولة محاطت له آآ معانيها هكا رصاص آآ مرزنته بشيقعد هكاكا دونك في الأخير هذي منظومة لا تستقيم معنا وجوست واليد بشن إضافة على حكايت معتها القطيع معتها القطيع معتها منجموش نحدو كما قلت أنت إذا كانوا عشرين بالمية ولا مش عشرين بالمية تعرف عليش على خاطر قاعد يخرج بطرق بطرق غير قانونية وقاعد يمشي للزير هذي فالهذا بالتهريب إكزاكتوم عنهم كذلك عليش اليوم منجموش نحدو أنا عمروزيتان فات اليوم منجموش ننكروه أنا شوف أنا الحقيقة آآ أتحفظ على التهريب للجزائر أمم أتحفظ على الجانب هذايا شو المعطى اللي تعتمد عليه عليش أول حاجة تحويل الماشية والأبقار في تونس محكومة بقوانين ورقابة من الصعب متفهمين عاش قتل ثاني حاجة الحالة هذي إذا كان تشمل تشمل الناس الموجودين على الحدود فقط ما أعتقدش أنا واحد يسوق سمحوني في المصطلح يسوق بقر من القصرين باش يهزهم وحت حد مراه مستحيل لا ما وزادة فما مبالغات فما دي سيركويسي ثاني حاجة ما يخفيكش البضايع المهربة تتعدق لا لا متفقيل لا نحكي على البضايع ما نحكيش على الحيوانات لا نحكي البضايع شيء لأنه ثم تهريب بعكش تهريب من الجزائر إلى تونس موجود بشكل كبير موجود مختلف السلاعة المفقودة الحجة اللي ترفع دايما وأنه التوانس يهربوا في المقر بتاحها من الجزائر أنا حقيقة أتحفظ على هذا الموضوع لأنه لا أعتقد أن الجزائر بحياتنا نحطوا على جهة موضوع تهريب الأبقار للجزائر موضوع الكلفة لا موضوع الكلفة أنا معاك على الدولة أن تحمل مسؤولياتها في دعم الفلاح يلزم لحيو بيغلى اليوم لا لا لأنه الموضوع مرتبط بالقدرة الشيرائية متاع المستهلك زدها يلزم الدولة تتحكم في أسعار الأعلاف هي كدولة يلزم تدعمها من أجل أن يكون الفلاح يستطيع أن يوفر المادة هذه بالسعر اللي توفر للمستهلك اليوم أنت لليتر بقداشي تلتاشر مئة وخمسين اربعاش تلتاشر مئة وخمسين اللي يلقاه اللي يلقاه هو موجود هو متوفر يعني إذا كان إنت وإحنا نعرفه أنه في المدن خاصة نستهلاك لحليم بشكل موجود في العائلات الكل الصغار وغيره حتى بل حتى في بعض حتى في المجالات العمومية مدارس إلى أخير فهذا مكلف بالنسبة للعائلة عندها ثلاثة واربع صغر مكلف يكلف كم شيش يرباح ثلاثة مرات الحليب مكلف فلا يمكن أنه نزيد الرفع كل مرة وهذا طبعا باش يرفع من مستوى أما أفضل كونه يكون سعره أبوردابل تلتاشر مئة وخمسين اللي هو أرخص سعر حليب في العالم تلتاشر مئة وخمسين مليم الليترا ومش موجود وإلا يغلق تدريجيا بيصيفة معقولة مئتين ثلاثمائة مليم ويولي على الأقل متوفر يولي على الأقل المنتج لاقي حد أدنى من المردودية اللي تخليه نجم يقعد في النشاط هذاك أولا شوف أولا المقارنة مع العالم لا تصح لأن المسألة قارنها بالقدرة الشيرائية زبا أنا ذا الحليب هنا بخطة 150 شوف باش نجم تقارن بالموضوع هذا ثاني حاجة يمكن أن يمكن أن نضغط على إنتاج بعض مشتقات الحليب أو بعض أنواع من الحليب من أجل توفير الحليب المدعوم هذه أيضا حل آخر من تسهيل الموضوع هذا ولكن أنا قلت لك ما تخافش وقت هنفلس شركات الحليب ومشتقاته هي بيدها الشركات هي بيدها شركات اللي غير ما نسمي الشركات تصنع في الحليب هذا وتصنع في الحليب هذا تصنع في لا لا نحكي نحكي موضوع البجرة للحليب متيحها ماشي هذا شنوه معناه لأنه في الأخير الشركات علش 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 يقول القائل الحليب مفقود والياغورت موجود أي بخير لأنه في الأخير شركات هذه كان ما تصنعش الياغورت لا تصنع أنا مجوش ما تصنع ما هيش بش تحقق ربح معناه في الأخير بش تندثر أنا نحب نعطيك تجربة عشا شخصيا في موضوع السميد والطحين وكذا وقت اللي صارت الأزمة هذيك عايط للمنتجيون كنتولهم نقصوا من نسبة المكرونة اللي هي أصلها من السميد نقصوا من نسبة المكرونة تصنعوا فيها عشرين في المية من المكرونة نحن يكون نحن الآن المكرونة متوفرة في البلاد خلّها سميد وذا ينجم يساهم في حلان المشكلة هذا وقت الكورونا وقت كورونا يعني متحركنا وستطعنا نوفر كثير با استجابوا استجابوا بشكل كبير لأننا ل expendنج في العملية هذه يعني يمكن ايضا انا مانيش مختص في اه منتوجات الحليب. ولكن يمكن هذا اه الشكل من الاشكال هذية تساهم في حلان للضغط على زبا. ولكن قبل هدايا يلزم نوفر للفلاح الصغير اللي هو اللي عنده خمسة وثلاثة بقرات كما كنت تحتي. ان وفر له العلف اه بشكل يسمح له انه يوفر المادة هذي ويبيعها بسعب اللي 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 في النهاية عنده مردود فيها. لانه انت اذا كان الفلاح ما تعطيش مردود وان بش يعيش ويستقر في في الريف اللي في هو فيه. بش يمشي اه اذا بحث على ما مجأة اخر. صعيب برشا كون انت حكمه في مسالك آآ سواء توريد وإلا توزيع الاعلاف صعيب لهالدرجة لانه انا نذكرك كان حب سي محمد. على الاقل ثمانية شهر التالي رئيس الجمهورية كان آآ كان حكاية في الموضوع وقال يلزم الدولة ترجع تستعيد المونوبول متاحها اللي هي فرطت فيه ب بصفة غير آآ غير مدروس. هو بالتأكيد المونوبول ما نجم يكون كلا عند الدولة للأسف بعض المنتوجات المونوبول ولا عند الخواصة. في خاصة في مادة العلفة. ولا عند الخواصة. والمادة والعلفة ذاية ولا موضوع آآ سياسي. لان استغل الاستغلال السياسي كبير سواء في مستوى بعض العلفة الجياجي الاخيري او عند التوزيع كالبنوات ولا آآ يتعرف وكراك. وهنا عملنا مشروع قانون من اجل الغاء تدخل اي جهة اخرى في 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 الموضوع هذائي غير آآ الوزارة وقتها وكالنيابات وكبتاع اتحاد الفلاحيين واستغلال ذا كنا نلغوا بال مشروع ما تعداش لانه كان فيها كان فيها صد في موضوع هذائي. حتى بالنسبة لي بالنسبة لي آآ بالتوريد بعض مكونات العلف مثلا الفاتورة الصوجة او 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 غيره. هذي فيه تلاعب كبير. لان الدولة من واجبها ان تستعيد الدورات الساكت. لان في النهاية هذي هذه مادة تصبح استراتيجية لغذاء الناس. انت اليوم سبعين في المية من كلفة اللحم الدجاج. من العلاف. من العلاف. ايه. نفس الشيء بالنسبة على اقل خمسين في المية من سعر الحليب ومشتقاته من العلاف. اذا انت 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 تتحكم انت عشرين في المية برك. في كلفة العلاف شوف كدهاش يطيح للسعر. وهذا يطلب ان تكون الدولة قايب. عندها ارادة وفاهمة شنو تعمل السعر. وعندها ارادة وقدر على تطبيقها. وتجيب في البلاد. ايه. معناها الدولة لازم نكون عندها قراءة على المادات طويل. حتى كمشوا عادوا نعالجوا فيها بالنقطة بالنقطة. شوف. شوف البلاد. بيسعيب لها الدرجة هذا سي محمد. لا. بوصة. ثمانية شهر التالي فقنا به. في حال كونه. شوف احنا فقنا. احنا فقنا. لا انا نحكي على على اسحاب القرار. ايه. وقت اللي وقت اللي يصحب القرار ثمانية شهر التالي يحكي عليه ولليوم ما صار فيه حتى شي. فما مشكل. هذا ثم مشكل. تاو مشكل ليش? تاو انا 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 كلك شوف. اولا كم الملفات المطروحة في البلاد كبير جدا. يشمل تقريبا كل شيء. بش يكونوا واضحين زادة في الموضوع. فما اولويات. اه ثاني حاجة اه غياب فريق متعدد خصصات. وعند التزام بالمشروع. قادر ان يمشي لقدام ويعطي ويعطي. هذا ايضا عنده دور كبير. اه. في النهاية. انا عند بنشوف سيد الرئيسي هو اللي يزور الفولاد. وهو اللي يمشي للتروين وهو اللي يمشي للحديد وهو اللي. فهذا. وينه الوزراء? مم. وينه الخبراء? وينه الفريق اللي حول الرئيس? وينه المستشارين? وينه المستشارين? هذي قضية كبيرة هذيها. شكوين يتلام عليها هذي? رئيس جمهورية. ما في دورك شك. رئيس جمهورية المفروض ان يكون حوله فريق يشتغل معه. حتى حد في العالم ما نجي من يحكم بالطريقة هذي. مستحيل. موضح. شكرا لك سي محمد المسليني وزير التجارة لأسبق تواصل معنا بعد شوية في تعليق على الأخبار. قبل هذي بش نخلو عنوين للنشر المفصلة اللي بش نسموها بعد ساعة من الآن مع سهيل السومي. مواصل معكم في مواصلوا في قراءة للأخبار. ذكركم يحضر معنا الوزير الأسبق للاتجارة القيادي في حركة الشعب سي محمد المسليني جدد لك التحية. نحكيه في الأخبار على المخطط التنموي الفين وثلاثة وعشرين الفين وخمسة وعشرين. المختص في تنمي حسين الرحيل يقول أنه ثمانية وثلاثين فاصل اثنين مليار دينار كانت مبرمجة في المخطط التنموي الفين وثلاثة وعشرين الفين وخمسة وعشرين. وأنه هذا المخطط مجرد حلم يصعب تحقيقه ويشير إلى أنه مثل هذه المخططات. لا معنى لها باعتبار أن رئيس الدولة هو المسؤول عن صيغة السياسات العمومية والبرامج وتسمية الوزراء والحكومة وبخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أكد حسين الرحيلي أنه منذ إصدار القانون سنة الفين وخمسة إلى اليوم لم يتم إنجاز أي مشروع في إطار الشراكة. ناخد استثمارات العمومية لمبرمجة في المخطط. ثمانية وثلاثين فاصلاثين مليار دينار. نقسم على ثلاثة سنوات. الفين وثلاثة وعشرين مقرر ستة مليار دينار. استثمار مش تنمي. في ميزانية الفين وثلاثة وعشرين مليار فقط. وهل أنه نظريا صرفناهم من المصرف سؤال. المبرمج عام الفين واربا وعشرين حسب المخطط التنموي ثمانية فاصل خمسة مليار دينار. لكي نرجع للميزانية الاستثمار العمومي واحد فاصل سبعة. نظريا دي ما نقول لأنه ما ننظره للميزانيات نسبة الإنجاز ما يفوتش ثلاثين في المياه. في الفين وخمسة وعشرين المخطط كان طموح ما هذه الوثيقة اللي دي ما نعطوهاش حتى آآ فكرة أني مخطط هي طموحة جدا باش توفر اثناش فاصل خمسة مليار استثمارات عمومية. وهنا حلم واذاك عليش ما عادوش يجب دو عليه. كي نرجع لدستور الفين واثنين وعشرين نلقى روه المخططات والتذكير والتشاركية والعكيتالية ما عنده حتى معنى باعتبار أنه الرئيس والمسؤول والمكلف والمسؤول على سياغة السياسات العمومية وعلى البرامج وعلى تسمية الحكومة والوزراء. اه شخص باحد يفكر وهذه كلها مجرد هذه الوثائق. انا نعتبرها شوية تضيع وقت. القانون البي بي بي خرج الفين وخمسةاش. الى اليوم. اعطوني مشروع واحد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. علش? لانه الاشكال مش خرجنا قانون. الاشكال في فصول تطبيق. سحسين الرحيل المختص في التنمية وليقول ثمانية وتلاثين فاصل اثنين مليار دينار مبرمجة اه كاستثمار في المخطط التنمية ما بين سنوات ثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين. لحد الان الارقام اللي يذكرها ضعيفة جدا. هذا الارقام المعلنة ما منحكيوش على على الانجاز. اه اليوم فما مشكل كبير في هذا الاطار سيمو حمد. وقت اللي اه الاستثمار ونفقات التنمية تقريبا في اه في في الحد الاقل من الادنى جملة. طيب اه اولا اه 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 طم توضيح لابد ان ان ما يقول حتى تفهم الناس على سنتحدث own. ثمين وتلاثين فاصل اثنين في المياه. اه مليارة. سمحني ثمين وتلاثين مليار فاصل اثنين دينار ثمين وث성 كبيل اثبارات الدولة ومؤسسات تابعة للدولة. يعني ما نتحدث على استثمارات عمومية. هذي استثمارات عمومية بما فيها استثمارات للمؤسسات تابعة الدولة. مش كانش استثمارات الملدرجة في الميزانية. يعني استثمارات اللي تقوم بها الشركة تونسية الكهرباء والغاز. والاستثمارات اللي تقوم بها الصناد. والاستثمارات اللي تقوم بها لوناس. والاستثمارات اللي تقوم بها تونسار. وهذي المؤسسات الدولة. هذه كلها تدخل ضمن ثمانية وثلاثين اثن. ثمانية وثلاثين ملائر فاصل ثين. هاديه وهذا كله دخل في طار التنمية. من نجموش نحصل ها فقدت في الاستثمارات المدرجة. الاستثمارات العمومية المدرجة في ميزاني الدولة. لأن الاستثمارات هذه مش مدرجة بالميزانية الدولة. وأحنا ما عندناش معناش ام بيو جي اانكس. ما عندناش آآ آآ ميزانية ملحقة للمؤسات هذه التابعة للدولة. ضمن ميزاني 18 دولة. وكل نعرف وضعية المؤسسات العومية هذه. خاصة المؤسسات اللي اللي عندها ضمان الدولة في الاقتراض. كيستيك وغيرها وغيرها. المفروض انها تتقدم آآ ميزانية تكملية او ميزانية ملحقة للميزانية الدولة حتى يعرفوا النواب الوضعية والشارة العامية. دونك. في ثمانية وتثنين ملاب واثنين نجد كل هذه الاستثمارات العومية والمؤسسات العومية. فهمتني به. هذي هذي من ناحية دونك. حتى ما نغلطوش الناس. الناحية الثانية. انا انا معاه انه لا يمكن تحقيق الهدف فذائي اللي هو طموح. الهدف فذائي اللي يمكن تحقيقه. لانه احنا دي جاء سنة مرت وما عملناش عاجة كبيرة. او على الاقل مع الناس معطيات دقيقة على كل استثمارات العومية هذي بما فيها مؤسسات اللي صارت. دونك اللي اتبقى في عامين مستحيل باش نعمله كل عام تقريبا تسعتاش مليار دينار التنمية معناها استثمار التنمية. هم. ثاني حاجة حتى حتى استثمارات ما يسمى باستثمارات التنمية باب. الباب الثاني. اله في الاستثمارات جوزه منه اه اجور. جوزه منه هذي ماشي للأجور. لانه يمشي في اطار التنمية المحلية. الطنمية الجهوية. جوزه منه اجور. دونك مثلا ماشي استثمارات حقية. وهي حتى الاستثمارات تتحدثوا. صلح مدرسة. صلح اسبيطار. ابني قاعة. يعني هذي تماشي استثمارات منجة. تم استثمار في البنية الاساسية. هم. في بعض الحالات الاستثمار في الطرقات ولا في السدود ولا في 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 سكة الحديد او في النقل. يمكن يعطي يعطي اه يعطي اضافة. يعطي اه آآ. يخلق قتاني مياه. آآ. ولكن احنا جزء كبير منو هداية اقتناءات سيارات وحواسيب وغيره. تصليح بعض منشآته وبعض موسيطات التابعة للدولة. جزء كبير. ضم. لازم يكون واضح في هنا الناس الموضوع الموضوع هداية. هداية الدولة نسمع استثمار نسمع خلق فرص عمل خلق مشاريع جديدة خلق تسهيل عملية الانسياب العملية اقتصادية في النقل وفي الانتاج وفي التسويق الاخيري هذي جزء ولكن في الاخير الملاحظ كانوا في الميزانيات اللي السنوات الفارق النقطة الثانية الربط المباشر ما بين نظام الحكم وما بين عدم تطبيق هذا ربط لا يصح لانه انت عندك حكومة لان طالب الحكومة ان تنفذ ان تهبط الاوامر التطبيقية لقانون الشاركة اذا كان موطتش هبطها وثاني حاية تتبعها هل الرئيس منع هذه الحكومة او الحكومات المتعاقبة من ان هي تمشي في تطبيق الواحدة او تعمل على اقل دعاية اذا كان فعلا مشروع هذية مفيد فالربط هذية ربط غير سليب صحيح؟ ثم صعوبات ويمكن ما يكون حتى مشروع كما الان انتحدثوا على الشركات الاهلية على الارض ما ثماش على الارض ما ثماش كما تحدثنا على قانون الاقتصادي الاقتصادي والتضام على الارض ما ثماش هذا كله مسائل متعلقة بالوضع الحام في البلاد هجر هو جوست ربش ان صلى حاجة اختروا حسين رحيلي كان حاضر تقريبا عن مدد ساعة في البرنامج الربط اللي صار مش مباشر مبين زو ساعة ولا ولا هو عليش يقول معنها لا معنى لها باعتبار ان رئيس الدولة هو المسؤول على خطر اليوم انت بدقلت معتها ثمانية وثلاثين فاصلين ومليار معتها الميزارية حلم معنها هو يقول لك انه الرئيس الدولة والادارة معتها مغلقة على روحه وقاعدها تعمل في ميزانيات اليوم لا يمكن تطبيقها هذا كفي شربط ما فامش خبراء اليوم تشارك ما فامش احزيب تشارك ما فامش ناس قاعدة تشارك في التفكير اليوم شوف شيدتي كيفاش تتعدل مخططات التنمية تصير استشارة جهوية تشرف عليها وزارة التنمية وتعد هالموضوع حذايا فيما بعدتو حال الى وزارة المالية والوزارات المعنية هذا الموضوع مستمر الان تتذكروا فقط انا اللي كان وزير الوزير السابق وزير الاقتصاد والتنمية سعيد اقيلة سامير سعيد سامير سعيد دار تقريبا كل الولايات واعقد جلسات مع المسؤوني الجهويين للحديث في موضوع التنمية يعني نفس الالية اللي كانت تعتمد بها اعداد المخططات والميزانية هي بيدها هي بيدها تجميع معطيات على مستوى محلي وجهوي باشراف وزارة التنمية ثم يصيرها اللبياج هذا الكدراج في مستوى مركزي من اجل اخراجها الوثيقة اسمها منوان او مخطط مخطط التنمية او ميزانية الدولة للسانة المعينة ايه لكن هل هل معطي اليوم يمكن الحديث عن استشارة عن طريق المستوى المحلي هم فمش لمركزية هذي لا لا قاعدة تصير ماشي موجود هذي جاعدة ماشيكون ممثل الجهات المثلا اليوم شكون ممثلي الجهات اللي قاعدين يستشيروا فيهم مثلا نسكل شوف بما معنا ها مفهم الموضوع هذي في الغالب يمر عبر هياكل الدولة عندما يمشي سيد وزير التنمية وفي باجة يجتمع بالممثلين بتاع الادارات يجتمع بالمسؤولين الجهوي والمحليين يجتمع بالناس اللي شغاله هو يمشي استشارة سياسية هي فنية في النهاية هكذا تاريخيا كانت راهو قبل اللي يمكر في فترات معينة كان ثم مجلس جهوي مجلس جهوي كان ممثلين فيه النواب النواب يحضر ايضا في الاستشارة هذه نواب عظام مجلس النواب يحضر الاستشارة هذه منيش الشارع عمومية للشارع هذا الاستشارة في مكاتب في فضاءات مغلقة اتهم المدير الجهويين للصناد والستاق واللوناس وغيره وغيره والفلاحة والتجهيز وغيره معاهم المسؤولين الجهويين الحزاب ما كان اسمه مثلة بالشكل لأنه هي تشارك في الموضوع هذا يمكن في بعض الفترات شاركت بعض منظمات المجتمع المدني ولكن في الغالب حتى قبل 2011 كانت الدولة هي اللي تستشير الناس تستشير مسؤوليها المباشرين للعملية في مستوى محلي وجاوي هذه العملية مازالت متواصلة بنفس الشكل ناخده هنا مثال مثلا ناخده ناس بحي الحوض المنجمي الحوض المنجمي اللي غنيه بالثروات منها الفوسفات اللي اليوم بنته تحتها تقريبا من وقت الاستعمار ما تبدلتش يعني يعني اللي ماتها الطرق والميتودولوجية والمنهجية اللي استعملتها الدولة من الاستقلال لليوم ما يشي ما يشي لا هذي يشوف هذي موضوع هذي موضوع هذي موضوع هذي موضوع العملية هذي عملية تجميع للإستحقاقات طبعا من نشيبش نقول انا من في الحوض المنجمي ما تبنى حتى أسبيطار ولا ما تبنى حتى كياس على البنية تحتية يكون سكاك الحديدية وغيره. ولا سكاك الحديد ولا غيره. الغيزون بتعلمي اليوم. شوف اه 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 اول حاجة ثروات هي ثروات وطنية. بالعكس الحوض المجل يمكن من الضررين من من تأثير الفوسفات مد الفوسفات. ولكن هذي اه ليش قلت لك انا في النهاية يقع على الكادراج. الكادراج يقع على مستوى مركزي. الخطأ هنا. انه عندما يمشي الوزير او الاداريين او المسؤولين كبار رجال الدولة في التنمية يمشيوا في الاستشارة في 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 قفصة. يستمعوا اكيد لكثير من المقترحات من الناس من في الحوض المنجمي وفي غير الحوض المنجمي. لتطوير الوضعية. لكن عندما يصير الكادراج على مستوى وطني يمكن ثم اولويات في الا اولويات يمكن مربوطة بخيارات سياسية. يمكن مربوطة بالنظام الحكم كيفاش يسير في البلاد. ما هواشي في اه الجانب الفني في ادارة العملية. وهذه موضوع طبعا الموضوع الجهات الجهات المنسية او جهات المحروبة او الجهات اله هذا موضوع الحقيقة شعار تروفع اكثر من مرة. وعلى طول من الفين وحداش ولكن في حاجة الان يدقق تقريبا لكل الجهات الان انا عندما ندخل ساحل دورت تقريبا كل كل مناطق الساحل عندما ندخل ريف الساحل لا يختلف في شيء عن ريف الجنوب او ريف الشمال الغربي كيف كيف راهم. بعض المدن يمكن ان ترفت نتيجة اوضاع تاريخية. اي. ولكن بقية الناس في 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 الارياء في الساحل في المستير ولا في سوسة ولا في المادية. راهم يعيشوا نفس الظروف الصعبة نفس القطاع الماء نفس القطاع الكهرباء كيف يعيشها الناس في ريف باجة وكيف يعيشها الناس في ريف جيب سرها. شو ستو عادة اش حابيت نفسالك من هنا جاي الربط بمعطب برئيس دولة انو القرار قاعد ديها مركزي وشلنا بش نلقاو ديناميكية بين مختلف الثروات ومختلف الجهات في تونس يعني. بش بش نربط لانو اللي نحكيه فيه توا ينجم يكون مرتبط بآآ موضوع الصلح الجزائي. آآ نحكيه على تنقيح مرسوم الصلح الجزائي. مكتب مجلس نوب الشعب يوحيل اليوم بالاجماع مشروع قانوني يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته الى لجنة تشريع العام. وكي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد آآ اكد مؤخرا خلال لقاءه بوزيرة العدل انه تم اعداد مشروع قانون متعلق بالصلح الجزائي سيتم قريبا عرضه على مجلس الوزراء قبل ان يتم عرضه على مجلس نوب الشعب وذلك لتلف النقاص التي اظهرتها التجربة. هل هل سي محمد تؤمن كونه الصلح الجزائي في نسخته سواء الاولى او الان المنقحة قادر كونه يكون حل للمشاكل مثلا اللي كنا نحكيه عليها ولا غيرها من المشاكل اللي اليوم المالية العمومية تعاني منه. لا بصدق لا. بصدق لا. في نسختي. في كل في كل نسخة. انا 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 نحب نحيلك فقطي لانه آآ الموضوع هذية طريحت ايام آآ المرحوم بجقي السبسي كنت اتذكر. والغاء موضوع تتبع لبعض الاداريين في الذكر انتي موضوع هذية. وكان الحديثي انه هذا بشي ادي الان آآ. قانون قانون المصالح. ايه قانون المصالح. ايه يعني يوم تقريبا. تسبيل تختلف ولكن ولكن تقريب. وقفت له قوة معناها. ايه ذكر. ولكن ولكن استطاع اني مرر جزء منه. صحيح. وقال هذي يا رو بشي ادي الى ثمم مدخيل بشي تتوفر ثلاثتاش. صحيح. ولا من العرش تكمل للوحد ولكن ولكن في النهاية مثل ما عجب. نعم. شوف. اه انا اعتقد انه بعد هالسنوات الطويلة من العجز في اه في استرجاع لموال المنهوبة. اه. انا اه استمعت الى خطاب اه الرئيس عباجي التابون في في المدة الاخرى. تحدث عن الجزائر استرجعت اه ثلاثين مليار دولار. ثلاثين مليار دولار من المنهوبة. انا الحقيقة. نضع ثلاثين مليار دولار مبلغ رهيب. ضخم. ضخم. يعني في حدود مئات مليار دينار تونسي. يعني اه. يعني مرة و مرة و تقريبا مرة و مرة و مرة و ثلث. مرة و ثلث مرة و مرة و نصو. يعني بالنسبة لي. طبعا انا نضع تساؤل حقيقة. اه اه اه. 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 لا. والظرف ظرف اه قصير مقارنة مع تجربة وصية لأنه الجزائر وقتش تقريبا ما بعض ثلاثة سنين كيف كيف نفس الوضعية تقريبا فين أحنا الأموال المنهوبة خاصة لمنهوبة بالخارج من 2011 ولكن مع منا حد شيء لحد الآن وأنا أعتقد أنه كثير من الحديث هذا لمجرد الاستهلاك إضافة لأنه التوظيف متاع الجزء من التوظيف حسب ما شفت في المرسوم القديم أنا عارش سيشمل التنقيح ولا هو المرتبط بتمويل الشركات الهلية وأنا أعتقد أن هذا لا يصح الأطلاق أنه إذا كان سما أموال المنهوبة هي أموال أو تهرب في الموضوع هذا هي أموال شعب التونسي وليس مش شعب التونسي مش كله منخرط في الشركات جزء بسيط منخرط الشيء مفروض هذه تعود إلى ميزانية الدولة واصلاح أوضاع العام للبلاد في الأخير كتبش تدخل في ميزانية الدولة بشي مشيش هاري خلص الديون خلص الديون خير خلاص الديون يستفيد منها كأعموم الشعب التونسي مش تستفيد منها يعني في الأخير بيش بش تمشي التنمية هذا المقصود لا مسيرش مسيرش حتى ما هو ما هو شوف ما هو ما هو الديون كلفة الدين هل حساب التنمية إذا كان أنا عندي منين بش خلص الدين بش تولي تمشي للتنمية المقابل المتاحها ما لش حل آخر نصلح الوضاع أنت اليوم تصلح كيز بسصلح وضاع المستشفيات ووضاع النقل ووضاع التعليم هذا يدخل في إطار التنمية إذا كان ما عندكش إمكانيات بش تلحهم هاو قاعد ينهار هاو تي نهار النقل هاو ينهار التعليمات نهار الصحة كل شيء ينهار مهيبكة ولا أنا بالنسبة لها الأموال هذه إذا رجعت يوما هادي ملكي العام للشعب التونسي لا يحق لأي أحد أن يتصرف فيها باسم أي مشروع سياسي الشركات الهلية هي جزء من جزء بسيط من التواصل معنيين به أنا بالنسبة لها هذا غير غير سليم إضافة لأن الحقيقة نشك شك أنه تم شكون باش ينخرط بشكل تلقائي إلى حد الآن على الأقل بعد العشرين عام أو نحن الآن نوصلنا ثلاثة عام بعد خمسة عام يكون حتى يصدر القانون هذايا وامورة تطبيقية وغير ونبدو في تطبيق بعد خمسة عشر عام أشك جدا أن يكون هناك فعلا قبال إرادي لأي حد من أجل الانخراط في العملية نحكي على صرح الجزائي نحكي على صرح الجزائي في العملية هذه من أجل أن يوفر يوفر موارد كبيرة للدولة وحتى للشركات نبقى في البرلمان ونحكي على تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلقة بالشيك دون رسيد مقرر رجل تتشريع العام في البرلمان ظافر صغيري يقول أن أولوية البرلمان كانت تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلقة بالشيك دون رسيد وأشار إلى أنه تم الانتلاق في الاستماعات في انتظار ورود مشروع القانون واللي لم يصل إلى الآن من وزارة العدل رغم جاهزيته وتسائل ظافر صغيري عن سبب عدم ورود المشروع إلى الآن وبين أنه هذا القانون يعطل الاقتصاد ولا يخدم أي جهة وتسائل ماذا تنتظر وزيرة العدل التي تواصل التسويف وعدم ورود مشروع القانون إلى حد الآن وهو مضي على الوقت وفق تعبيره الظافلة وجود لمجلة استثمار جديدة ولا مجلة صرف إلى الآن وأكد أن الحكومة هي لتقدم مشاريع القوانين والبرلماني ناقشها وعلى الحكومة الاطلاع بدورها اللي إذا ترفونه لكل خلينا نقوله في الموضوع هذا في انتظار أنه يجينا القانون معناه هذه أحنا كلجنة لولوية متاعنا لحد اليوم راني مزينا نستنعو فيه بش يجينا من وزارة العدل والحكومة معنا كلما نضاسو الوزيرة أو قابلوها في المجلس تقول إلي كمل صايا موجود معناه التنقيح هذا جوز مش نعديوها على مجلس وزاري ويتعدم يعني أحنا أولويات لولويات هو تنقيح فصل ربما يحدش من المجلة التجاري هذه رسالة مباشرة للسيدة وزيرة العدل في قاعدة تعمل شنو اللي يمنع اليوم أنه يجينا مشروع القانون هذا لأنه هذا لعب بعصاب الناس ولا تلعب بعصاب اللجنة أصلا لأنه أحنا اليوم النجم نحطه رمقترح قانون لكن قلنا أنه مشروع قانون بالضخامة هذي وبالحجم هذا راه يجي من عند الوزارة والوزارة جيت وقالت إيه لي المشروع حاضر عليش نعطلوا في الناس راهوا عيب اللي صاير راهوا اليوم لحقيقة ما نفهمين حات شي اللجنة معطلة مؤسسة سورة متوسطة معطلة مقرر لجنة التشريع العام يقول لك ما ناش فهمين شي الوزيرة تقول المشروع حاضر لتنقيح الفصل أربعمائة وحداش من المجالة التجارية اللي هو يهم الشيكات بدون رصيد وإلى حد الآن ما فهم حتى شي هو الحقيقة أنا تسأل هو يحكي على الاستماعات حسب اللي بوجود هنا استماع في إيش مشروع القانون مازال ما جاكش لا في الاستماعات اللي صارت في وقت مناقشة الميزانية لا لا هو يحكي على الاستماعات لا لا أنا تم الانطلاق في الاستماعات استماعات منا في مستوى اللجنة شوف رئيس الدولة تحدث على على الأقل زوز قوانين قانون التنقيق قانون ستة وتسعين والفصل اربعمائة وحداش من الموضوع هذين المتعلق بالشيكات صحيح يعني يمكن يحل بعض الاشكاليات أكيد بشي حل بعض الاشكاليات ولكن الموضوع هذين موسهل بش نكون واضحين زادا موسهل لأنه فيه فيه تضارب فيه تضارب مصالح فيه تضارب عراق لأنه وانتي في النهاية آآ آآ بهي ضمانتك كأنه البيت فقمش الموضوع متاع الشيكات بدون رصيد صحيح يمكن بعض حالات تحللها وتسهللها وتخلي الحركية تمشي أنا استغرب بأنه نايب مع احترام يعني نعرفه صديقي هذا الرجل كان مفروض أني وجهت سؤال شفاهي لوزارة العدل كان وزيد عن طريق البرلماني أني وجه مراسل لوزارة العدل يقول للتسريع بإرسال القوانين هذه سوى كان مجلة الصرف اللي هي من زمان ينخشفها سوى كان مجلة جديدة لو قلنوا جديد لاستثمار سوى كان هذه هؤلاء القوانين موش موضوع اللي تجاذب في مستوى الإعلام في موضوع هذا والوزيرة قاعدة تتعمل وماش قاعدة تتعمل لا مش هذا الحواء أنت الآن في مؤسس مؤسسة من مؤسسات الدولة تقوم بوظيفة السيدة الوزيرة تقوم بوظيفة تمح كل احترام أنا ليس صديقة لا أعرفها لا أعرفها السيدة الوزيرة هذه كان مفروض أن يوجه لها سؤال كان مفروض أن يوجه لها مراسلة نحن نريد أن تسرع بإرسال الموضوع هذا مش بالتدخل بهذا الشكل في مستوى الحاجة الثانية يعني المشكلة مش اللي وزيرة العدل ما بعثتش القانون المشكلة اللي ضافر الصغير قال هذا في العلاق لا 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 مش هذا الموضوع أنا أعتقد أن هناك صعوبات هناك صعوبات لأن القانون هذا يتناقش تعرف أنت كل قانون يتراح يتناقش مجلس وزراء كل مشروع القانون قبل ما يرسل المجلس وزراء بيتناقش مجلس وزراء في مستوى مجلس وزراء يصير أراء تصير كله يصير عنده حق نقاش ويصير مقترحات ويصير تعديلات ويعاد للجنة السياغة من جديد لجنة السياغة طبعا أنا متأكد أنه في القانون ننهضهم الزوز على الأقل قانون 6.96 وفصل 411 فيهم صعوبات ليست هينة ليست هينة حسمها نهاية لذلك الحكومة بغض النظر عن موقع من الحكومة أنا لستراضي على هذه الحكومة واعتبرها حكومة فاشلة بيش نكون واضح زادة ما ليش ندفع علىها الحكومة تجد صعوبات في إيجاد السياغ اللي تسمح بأنه الموضوع حذاية حل حل إيجابي تأكيد ويمكن راهم نقشوه ورجع للسياغ المجديد وسيوعاد مناقشته لأنه في النهاية أيضا حتى الحكومة فهناس قانونيين رئيس الدولة رجل القانون وزيرة العدل قاضية وقانونية وكثير من الوزارات عندهم تكوين قانوني فهذه طلب تأخير صحيح حقه قبل ما تعلن عن أن القانون جاهز يكون أمورك مضبوطة وهذا يطلب مجرد مراسلة من رئيس الحكومة ترسلس هذا الموضوع وأنا من هذا الموقع أدعو السيدة وزيرة العدل أن تسرع بإرسال لأنه كتر الحديث على الفصل أربعمائة وحداش والناس تنتظر فيه ورئيس الدولة تكلم فيه مدة طويلة توا نحكي حتى مصدقية رئيس الدولة تحط في الميزان عندما يتكلم على أشياء من نوع هذا ولا ياخع إنجازها والفصل 96 أيضا لتحدثنا عنه هذا ترحناه حتى في وأن ما كنا في الحكومة فالإسراء حتى نحسب هذا الموضوع ولا ندخل في هذا الجدال اللي ما عندوش حتى فايته سي محمد المسليني جزيلا شكر لك شكرا على كل ما تفضلت به بعد شوية نحكيه وعلى أرسولا فندرلين صديقتنا أرسولا فندرلين مشات وجات على تونس عدة مرات تتضامن مع الناس الكل كان مع فلسطين هذا موضوع أشتاك بعد شوية